زيارة عشراء برنامج عبادي وعقائدي في الوقت نفسه يفترض أن الذين يصفون أنفسهم بأنهم خدام الحسين أن يقرأوا هذه الزيارة ولو في اليوم العاشر من المحرم أو في أي يوم من أيام شهر محرم وشهر صفار على الأقل أن يقرأوا هذه الزيارة مرة واحدة وليس بالضرورة أن يكرروا اللعنة مئة مرة والسلامة مئة مرة فقد ورد في الأحاديث عندنا من أن الذي يريد أن يختصر قراءة زيارة عاشراء فإن بإمكانه من أن الذي يريد أن يختصر قراءة زيارة عاشراء فبإمكانه أن يقرأ اللعنة وفي نهاية قراءة اللعن يقول تسعا وتسعين مرة وكذلك يقرأ السلام وحينما يتمه يقول تسعا وتسعين مرة وبعد ذلك يكمل نص الزيارة هذه قراءة مختصرة لزيارة عاشراء وردت في الروايات والأحاديث عندنا ويفترض في قارئ الزيارة أن يكون عارفا ولو بالإجمال بمضامين الزيارة التي يقرأها كما يقول سيد الأوصية ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر فكيف يكون التدبر من دون معرفة إجمالية بمضامين الزيارة بمضامين نصها لا أريد أن أطيل في هذه المقدمة من أوضح ومن أبرز المضامين التي نقرأها في هذه الزيارة في بداياتها نسلم على الحسين فنقول السلام عليك يا ثار الله وابن وابن ثاره والوتر الموتور والوتر الموتور هو ثار مضاعف ومر علينا من أن التعبير هنا فيه إشارة واضحة إلى القتل الثاني لسيد الشهداء في مرحلة الرجعة العظيمة السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه الكلمات وإنما هذه الكلمات جاءت في مفتتح الزيارة الشريفة في العبائر الأولى من زيارة عاشرة نقرأ هذه الكلمات السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور حديث عن ثأر إلهي إلى أن نقرأ في الزيارة فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أكرمني بك لأنني أصبحت عارفا بحقك هذا هو الإكرام هنا وإلا لا محدى للإكرام من دون هذه المعرفة فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أكرمني بك حينما وفقني لمعرفة حقك من زار الحسين عارفا بحقه هذا هو الذي أكرم بالحسين وبتعبير دقيق أكرم بمعرفته لحق الحسين فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور إنه قائم آل محمد وإلى هذا عنوان أشارت سورة الإسراء فما في سورة الإسراء يشير إلى ما في زيارة عاشراء وما في زيارة عاشراء يشير إلى سورة الإسراء في سورة الإسراء في الآية الثالثة وثلاثين بعد البسملة ومن قتل مظلومة وهذا العنوان إذا أردنا أن نطبقه في أجل مضامينه فإنه ينطبق في الحسين بنحو مباشر ومن قتل مظلومة فقد جعلنا لوليه سلطانا ومن وليه فثأر الحسين لم يؤخذ حق الحسين في مظلوميته لم يؤخذ ومن قتل مظلومة فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف بحسب قراءة المصحف بحسب قراءة أهل البيت فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا فما في سورة الإسراء في هذه الآية يشير إلى ما في زيارة عاشورا وما في زيارة عاشورا يشير إلى ما في سورة الإسراء أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور إنه كان منصورا مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله هنا الزائر يتوجه بالدعاء أن يرزقني طلب ثارك فنحن قرأنا في بداية الزيارة السلام عليك يا ثار الله فأنت يا حسين أنت أنت ثار الله وإن الله أكرمني أكرمني بمعرفة حقك فأسأله أن يرزقني طلب ثارك الخطاب للحسين أن يرزقني طلب ثارك يا حسين في موضع آخر من الزيارة رغم قصرها الزيارة قصيرة كما تعلمون نص قصير ما هي بنص طويل ولكن مع ذلك يتكرر هذا المضمون بصيغة أخرى وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري تحول ثأر الحسين إلى ثاري وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام مهدي وأن يرزقني ظاهر ناطق بالحق منكم هذه مرتبة أرقى مرتبة أعلى حيث يتحول ثأر الحسين إلى أن يكون ثأري في التعبير في التعبير الأول أن يرزقني طلب ثارك وفي التعبير الثاني أن يرزقني طلب ثاري هذه العبائر بشكل مباشر تشير إلى الرجعة لكنكم تجهلون عقيدة الرجعة فحينما تقرؤون الزيارة لن تقرؤها بشكل صحيح فزيارة عاشراء تقرأ منذ أن قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه الذين قرأوها وهم يتوجهون بهذا الدعاء أن يرزقوا طلب ثأر الحسين مرة بهذا التعبير وأن يرزقني مرة بهذا التعبير أن يرزقني طلب ثاري وأخرى بهذا التعبير وأن يرزقني طلب ثاري فمتى تحقق ذلك والأجيال تردد هذه الكلمات ولازلنا نرددها ولم يظهر إمام زماننا فهل من المعقول أن جميع الذين قرأوا الزيارة منذ مقتل الحسين وإلى يومنا هذا وإلى يوم الظهور ليس فيهم من أحد يستجاب دعائه ويكون طالبا لثأر الحسين مع بقية الله أو في عصر الرجعة العظيمة هل هذا الكلام منطقي زيارته عشوراء تشتمل من أولها إلى آخرها على عقيدة الرجعة العظيمة فنحن حين نسلم على الحسين في أوائل الزيارة السلام عليك يا ثار الله متى يؤخذ هذا الثار في العصر القائمي الأول مرحلة أولى من مراحل أخذ الثأر الحسيني ثم تأتي المرحلة الثانية وتأتينا المرحلة الثالثة مر الحديث عن مراحل الثأر الحسيني إن كان في عصر الظهور أو في عصر القيامة الكبرى أو ما بينهما في عصر الرجعة العظيمة مر الحديث عن هذه التفاصيل وفي معنى الوتر الموتور فإن الحديث عن القتل الثاني للحسيني وذلك يكون في عصر الرجعة العظيمة فزيارة عشوراء مشحونة بالمضامين التي لا يمكن أن تفهم إلا وفقا لعقيدة الرجعة العظيمة وطلب الثار هذا لا يتحقق إلا في العصر القائمي الأول وحينئذ الذين ماتوا ولم يدركوا عصر الظهور فإنهم إذا ما استجيب دعاؤهم سيعودون في الرجعة العجيبة في زماني الظهور الشريف أو أنهم قد يوفقون للرجعة العظيمة ما بعد العصر القائمي الأول أنا أسألكم أنتم يا خدام الحسين حينما تقرؤون الزيارة تقرؤونها بهذا الفهم إذا لم تكونوا تقرؤون الزيارة بهذا الفهم فإنكم تقرؤونها من دون تدبر ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر وحينما تكون القراءة لا خير فيها هذا يعني أن القارئة لا خير فيه وحينئذ ستكون خدمتكم الحسينية لا خير فيها وفقا لأي عقيدة وفقا لأي وعي وفقا لأي معرفة من هنا يجب عليكم أن تعرفوا العقيدة السليمة وأن تعرفوا حق الحسين الثابت في رقابكم كي تستطيعوا أن تتواصلوا مع الحسين وأن تكونوا في مقام الخدمة الخدمة الحسينية الصحيحة في فناء سيد الشهداء وإلا فالقضية ستكون هباء هباء في هباء ما هذه زيارة عاشراء وعودوا إليها وطبقوا كلامي عليها وطبقوا كلام غيري إذا كنتم قد تعلمتم مضامينها من جهة أخرى هذه الزيارة تبدأ بالحديث عن أن الحسين ثار الله فمتى سيتحقق هذا المضمون في العصر القائمي الأول في الظهور الشريف إنها المرحلة الأولى من الثأر الحسيني فمتى ستكونون مشاركين ومتى شاركت الأجيال الماضية إذن لابد من رجعة لابد من رجعة إما في زمن الرجعة العجيبة زمن الظهور الشريف وإما في زمن الرجعة العظيمة بعد انتهاء العصر القائمي الأول وهذا هو معنى دعاء الزائري المتكرر أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور أن يرزقني طلب ثاري مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم هذا أولا هل أنكم تقرؤون الزيارة بهذا الفهم أم أنكم تقرؤونها بفهم آخر من هنا أقول لكم نظف عقولكم يا خدام الحسين من قذارات عقائد مراجع النجف وكربل نظف عقولكم من قذارات عقائد هؤلاء عقائد مراجع النجف وكربل مخالفة لعقيدة العترة الطاهرة لا تقبلوا كلامي لكنكم دققوا بأنفسكم في المطالب التي وضعتها لكم في مجموعة حلقات أعرف أعرف إمامك وفي هذه المجموعة إنها مجموعة حلقات هذا هو الحسين دققوا في المضامين التي طرحت الإنسان لا يملك روحين حتى يجرب بالروح الأولى هي روح واحدة فإذا ما جاء الموت فليس هناك من مجال لإعادة التجربة كل واحد منا يملك روحا واحدة فعليه أن يكون حذرا في مجال العقيدة دققوا في المطالب التي طرحتها في مجموعة حلقات أعرف إمامك وفي هذه المجموعة هذا هو الحسين دققوا فيها تأكدوا من صحتها راجعوا مصادرها وقارنوا فيما جاء في هاتين المجموعتين وفيما علمكم إياه مراجعكم إنني أتحدث عن مراجع الشيعة عموما وحينما أطلق هذا العنوان مراجع النجف وكربلاء إنني لا أتحدث عن الجغرافيا إنما أتحدث عن المنهج فمنهج مراجع النجف وكربلاء منهج واحد هو المنهج الطوسي الشافعي المعتزلي منهج ضلال صريح إذا أردتم أن تكون خدمتكم الحسينية صحيحة في محلها في موضعها عليكم أن تعتقدوا العقيدة السليمة أولا وعليكم أن تعرفوا حق الحسيني الثابت في أعناقكم حينئذ بإمكانكم أن تخدموا الحسيني وأنتم عارفون بحقه مثلما تحدثنا أحاديثهم عن زيارة الحسيني من زار الحسين عارفا عارفا بحقه هذا هو الذي ينال الفوز والسعادة نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر